انت ببعني? طب خد سوبر هاتريك. انت ببعني? طب خد سوبر هاتريك اسستان. طب انت اصلا روح تشتريتني روح تجبني كالفة تلوين? طب خلاص. هعمل تلات اسستان بتواخد هاتريك اسستان. انت ببعني مترفيتش ببعني عشان عدت على الدكة? طب خد جنو اسستان. جولة غريبة جولة عجيبة جولة ناس كتير تخزوقت منهم انا وجولة ناس كتير تروقت وجابت نقط في السماء. هنتكلفوا كل حاجة عن الفاندس النصائح الفاندس. وملخص الجولة التانية هو نصائح عن الجولة التالتة. اي لو خوش في الحالة انسي لعمل لايك وعمل سبسكرا في القليل والاشتراك في القليل شان جيلا حلقاء اول بقى. ويلا بيديو. في لقصة الجولة الديام بعدما طلعت لكم بعد الجولة الاولى وطاقوا لكم اصطلقوا لكم شوية لعيبة جبوها ممكن تعمل حاجة وكابت ان ممكن تعمل حاجة. انا من اول المتخزويين جبت الجولة دية جبت خمسة وخمسين نقطة. تخزوات من الناس كتير. تخزوات من دوهيرتي اللي جاب لي سفر. تخزوات من لوكا دين اللي جاب لي نقطة. دلز اللي جاب له برضو نقطة. سان ماكسمام وويلسون. خوازي كتير في الجولة دي مع انه قد حد امل كبير عالجولة دي. وقد حد امل كبير عليها. لكن خرجت بخزواتها. اكتر لاعب جاب نقطة الجولة دي هو هيون مين سون. سونالدو. جاب اربعة عشر نقطة. جاب سوبر هاتريج. انت ساوي خمطن. وكسبو خمسة سفر لتوتن هام. جولة عليبة جولة غريبة انا. خزواته جبت نقطة قليلة جدا. مع انه قد حد امل كبير. كبتنت الجولة دي هو بوميانج ضد وست هام. قلت وست هام بقى. بدفاعهم ضعيف. ممكن ينزل بوميانج جاب جنو اتنين وتلاتة. نزل بوميانج جاب جنو اعب بس. والكسبو بتلع درسي يعني ارسنل ناحة تاني حما صلاح. نعملش اي حاجة. اه وراين جاب لي جاب لي ست نقطة. انا عندي من وقت عند دكة. برضو جاب لي ست نقطة بس. قدر لو مش اعرفها على الجولة كان بتاحها تسعة وخمسين. انا جاي بخمسة وخمسين اقل من الافريج باربع باربع نقط. ممكن الجولة التانية ممكن اعمل فيها حاجة. انا اتكلم على خوازيج جولة وخوازيج الجولة دي كانوا كتير حبتين. كان اولهم محمد صلاح ضد تشيلسي لناس كتيرة جدا كان معها مانيه وبعد تقول القوضة راحت ببعت مانيه وجابت محمد صلاح. فحمد صلاح معملش اي حاجة بمباراة ولا حتى عمل اسست ومانيه جاب جنين. فانت اول خزو معاك هو محمد صلاح. بس ده مش معناه ليه انت تروح تجرب بها محمد صلاح ونجب مانيه تاني. لا اصبر يا معلم. هي اللعبة دي لازم تزبر فيها. لو انت اول مرة تلعب فانت لازم الصبر. لازم 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 الصبر. تزود تاني واللي بقى دريبا جولتين بيخزوا الناس هو سان ماكس مان بتاع اا نيوكاسل مش عامل اي حاجة وبنسبة كبيرة ناس خيرها بيعوا وانا من الناس ديا سان ماكس مان جاب نقطة الجولة دي ويزميله فريق ويلسون برضو خزوا الناس وجاب نقطتين فدولتين الخوازيج معنا الجولة دي. خزود تالت بقى واللي دول معنا من اول موسم وكنا حطين عليه امل كبير جدا زي ما كان بلعى في الولفز وهو دهرتي. دهرتي في توتنهام من ساعة ما جاء ما عملش اي حاجة ولا عمل اسستات ولا حتى في الجولتين اللي كان معايا فيهم جاب صفار صابر عليه عندي امل لو يعمل حاجات الجولة الجاية بس صبري مش هيقعد كتير هو بالكتير اول جولة الجاية والدول اللي بعدها وهفلس وهافلس عدهرتي. خزود رابع معنا بقى وهو لوكا دي لوكا دي الناس كتير جدا كالادي باو والدس حطها عمل عليها اللي يعمل اسست في ماتش اا فيرتول مع ان فيرتول كسب خمسة بس لوكا دي ما طلعش ولا حتى بجون ولا باسست. خزود الخامس بقى وهي مانشستر ينايتد ككل. راشفورد ومارثيال وبرونو فرنانديز وهوكبا وحتى الاخية ودفاع ينايتد وكل الناس. يوناتد كان خزود كبير جدا لعطوا لوكا دول الفاتد عاز ان تجيبوا حد من ينايتد جيبوا مارثيال وجيبوا راشفورد ممكن دول يعملوا حاجة كمان تحطوا في الكابتنة الديفرنشيل او الكابتنة الراسفية او كابتنة الصيعة وما عملوش اي حاجة وخسروا تلاتة والى حتى اللي جابوا الجون اللعب الناس اللي عنده كافان دي بيك اللي محادس هاربان جابه في فانتزي كله. فبصراحة الخزود الخامس هو مانشستر ينايتد. خزود السادس وبرده ناس كتيرة جدا بتفكر اللي هي ببيعه هو تاني فيرنر. فيرنر ناس كتير بفكر ببيعه لكن فيرنر هو اللاعب الوحيد اللي شغال في تشيل سي لحب الام من الصفاقات الجديدة. الحجيم زياش مصاب تيجو سيلفا مصاب تشيلو المصاب حتى هفرت سربارد الملعب مش مقدى الاداء اللي المطلوب منه. فاللاعب اللي موجود وعينها كالخزوه الجولة دي وخزوه الجولة اللي فاتد دي بريتون دي بس عنده مانشت جاي وست بروم فاتر ومعاك فيرنر ما تبقوش تماما لان مية في المية هيعمل حاجة لدي وست بروم المطلوب. تعالوا ما نخش عالفاكها بتاعت الجولة والناس اللي روايت الجولة. اللي روايت الجولة دي اللي روايت الجولة دي لعبة كتير منهم مانيم وعليفر بول منهم سن اللي جاب 24 نقطة جاب سوفر هاتريك. كان معايا في نفس الفريق ريتشاليسون اللي جاب هاتريك. اسستات ويكالفر دلوين اللي جاب هاتريك جوال وكمان حتى جيمس ريتريجز اللي جاب 12 نقطة. الخوازين جدعوا الجولة اي نعم كانوا كتير بس برضو اللي روايت جولة كانوا اكتر منهم. عندك مانيم عندك سن عندك كيل ناس كتير قوي متروفيتش. متروفيتش اللي روحت بيعته بعد بتجاله لقول لك اقعد دكة اه دتقريبا مزل قدام ليتز وروح جاب لك جول وجاب لك اسست وجاب لك ناشر نقطة من الجيمة اللي انت بيعته. فاللعبة دي اكبر مثيل على الخزواء والرواءة اللي بتاعة الجولة دي لناس اللي خزويتك وناس اللي روايتك هي الصبر. الناس الناس اللي سيبرت على المونالكا معاها. الناس اللي سيبرت على جيمس او جابة جيمس او ردريكز. الناس كلها اللي سيبرت في اللعبة هي اللي جابت نقطة عالية الجولة دي والناس مرض سيبرت على عيبة خزويتها زي حالاتي. السؤال الاكبر بقى وهو نجيب مين من منشستر سيتي? دي بروين ولا استيرنيك? انا بقول لك من روجة نظري جيب دي بروين. ليه دي بروين? لان دي بروين السنة دي مفيش ديلة سيفر في الفريق واللعائبة اللي تبقى لعبة تحته اللاعبين نمرة ستة اللي زي ما شاهدت دولفز رودري وفرناندينيو. فانت يبقى قدامك دي بروين بيلعب نمرة عشرة متحرر جدا. نزل الجولة دي. قال لك انا دي بروين جبت جون جون درب الجزاء واسست اي نعم اسست حنكلولو كده بس هوت حساب له اسست. فجبت جون واسست اول جولة ده دوري انا راجع بتقولي راجع نفس. اللازم اربط الفريق. برده واللي انت ممكن تفكر في نوع ما شوية هو خسوس. الخسوس الفترة الجاية هيعد كتير لان اقويره اقواره مصاب وبش هيرجع الفترة ديا بس خسوس من الايه برضو اللي انت ممكن تفكر فيها وممكن تجيبها. من الايه برضو منايه المانشستر سيتي هيه ممكن تفكر فيه هو ستيرلينج. لو انت عندك اتنين ابشنين من مانشستر سيتي هما اللي ضمنين هم اللي هما يلعبوا اساسي. دي بروين وستيرلين. يعني باقي الفريق ممكن تقيمة عن هي روتشن كتير جدا. لك اللعائبة الممنونة هو ستيرلين ودي بروين. وانا من وجهة نظري افضل لك دي بروين عن ستيرلين. خلطيني رقم واحد في القطيب. الفقرة المعهودة وفقرة اللي مستمرة معانا هي فقرة هنجيب مين وهنسي مين. اول اللاعف هنجيب مين هو ناس كتير تقول لي همعالنين في ارض الملعب بالزبط بس انا بقول وتجيب كالفرتلوين عن ريتشالسون. ليه بقى? لان كالفرتلوين هو القريبайн embargo Fairy gold الفريق كله بيخدم عليه ريتشالسون بيخدم عليه اليكرر monopoly Bel Jones بيخدم عليه جيفازدي دي بيخدم عليه. الفريق كله بيخدم عن época ريتلوين. الوقت جوا لجه chinese الخوف بكس كورة بتجيليو تكت بقت بلعب الكم جل بلاعب النافج اللي حل كويس جدا لو انت لسه ممتوش. اللاعب التانيي فهنجيب مين هو بودنسي اللعب اللي بيلعب في والفز اللي بيلعب نوعا ما حنايا دلوقت بيلعب ده ليوتا اللي راح ليبرجول لاعب مضمون ده لولفز لاعب حريف جدا اللي بتاع الكرة تحت رجله بيلعب بشكل كويس جدا بيلعب بشكل كويس جدا 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 بيعمل ازيست عمل وعمل قلينشيد عمل ازيست نهاء يعني شفناه هوب بسترم الكرة ورفعها دول خليميز فبودنسي حل كويس جدا لو انت عايز مسلا تخلص الانسان مكسيمام ده بديل كويس جدا بدالي. فهنسيب مين بقى عندك اول لاب والتي لازم تتخلص منه هو سان ماكسمان. سان ماكسمان بقى لجولتين ما بعملش اي حاجة مشروعي من الجول حتى ما بعملش اسستان ما عملش اي حاجة مع ان يكسل حد الوقتي فتخلص منه ممكن في جولات الجاية امال حاجة لك تتخلص منه لان في بديل كتير جدا بداله بخمسة ونصف بيعملوا عنه. مسلا امثلة زي بودنسي زي شلوب مع تخلص من ساكس سان ماكسمان عشان ماتجيش للجولات الجاية تقول يا ريتني غيرتو من بديل. اللاعب التاني فهنسيب مين وهو ادمز من ثاوسامتون. ادمز مش رغيه بردو من الجول انجز هو اللي معاد رباط الجزاء انجز هو اللي قريب من الجول انجز اللي الكرة بنجيه لي خلص على طول ادمز بردو من لعبة اللي انا بككر اسيبها من فريل اللي جبته في اول موصب فكر هتخلص منها مع سان ماكسمان. فاللعب التالي اللي اتخلص منه اقرب فرصة هو ادامز من ساوس هامتون. هان كابتن مين? الكابتنة رقم واحد وهي نوع عمال مضمونة اول اللعيب ده اللي ما بيرعب ديد ارسنال ببكاع بعالي عليه وهو محمد صلاح. محمد صلاح ديد ارسنال بنشوفه كتير جدا ببكاع بعالي على الارسنال بكتير بيعمل ديد ارسنال وماتشات كويسة جدا بيجي في مجوان كتير فالكابتنة المضمونة عندك صلاح وعندك مانيم من ليفر بول. عندك برضو فالكابتنة المضمونة نوعا ما شوية وهو باميانجا ضد الليفر بول مرتين ومسمنة ليفات وجده في مجوان فالدفاع ليفر بول مشه الاقوى نوعا ما او ممكن يختار وجي بجوان فممكن في الكابتنة مضمونة نوعا ما شوية. عندك برضو الكابتنة المضمونة دي بروين دي ليستر سيتي فاحه برضو مش هو الاقوى حاجة فحى بخش في جوان فالدبروين اكيد ن BL tropحه ياجه ce في الكبتان الريسكية بقى عندك فيرنر ضد وست برومج شوفناك في الماتشين الاول والتانى في تشلك البريمير ليج يخش فيه جوان كتير ففيرنر اكيد في زل هو اللاعب الوحيد اللى فاي انه عمام فى الشيلسي واللاعب اللى بيلعب كويس في ماتشات الشيلسي فتاند يد برايتر عم ماتش كويس وفتاند لفرول عم ماتش كويس ففيرنر حدام وست برومج بمنسبة كبيرة هجيب جول او اثنين ففيرنر في الكبتان الريسكية في الكابتنى سلا bikiniB los blaze 5 بقدة طيب ادي انتحارية ضد吾 الافئة بذان وهو شيفورد او مارثيال من منشستر مت Luan 경 لو انت عايز تشبه mancher شاء لمدارد برايتن تقول لي يا معلم كابتالي رسكية ايه دو واحد جاب سوبر هاتريك واحد جاب سوبر هاتريك اصاستان. ازاي كابتالي رسكية انا بقول لكابتالي رسكية لان نيو كاسل مش يلعب بالشكلة بثاوس هامتون. ثاوس هامتون كان بلعب دفاع متقديل كبير جدا كيفية مثل حافظة هروب. في دير استغلالها الصن و دير استغلالها الكن. لكن نيو كاسل يبقى بلعب دفاع كومبا مقفل جدا مش شيقي لمساحات الجنب Его دي دي ساوس هانتون فكرطان انها امان ريزقية عندك سن عندك كن نو عمام من الكرطان الرزقية اللي مكن يا امان حاجة واحد يقول يا معلم ايسا ما قلت السن او كن في الناس اللي هنجيبه امении يا معلم انت اكيد لو عندك واحد من قليل انت تنو عندك شو واحد امين من فانت اصبر او منه لا تصبر يغيب فانت صبر نو امام فانت تكين معلم ايه فمو pneيس هلالو تروح وراح اتلحن انها في الكتانة الصائعة بقى عندك كالفيرتلوين او خامس ردريجز او ريتشاليسون ضد كريستيل باس عندك اللعبة دي فايقة جدا كالفيرتلوين خامس ردريجز ريتشاليسون لعبة فايقة جدا ضد ديميكاسل ممكن يقوم له حاجة فالتالتة دول من الكتانة الصائعة الكتانة الصائعة برضو عندك لعبة من ليدز كليدشي هارسون بامفورد لعبة دي بلاعبه شيفل شيفل انت باحها مش حسن حاجة ويجي كمان هيغيب للماتشي الجاي فعندك برضو لعبة ليدز هارسون او كليدش او حتى بامفورد بوكري مكتانة صائعة بوكري مملك حاجة لتشيفل مكتانة صائعة برضو عندك كزا اوبشن من الولفز عندك اا بودنسي في نص الملعب عندك خيمينيز برضو ممكن لعب داية من حاجة او اللعب داية من حاجة فبس يا معلم ايدي تحلقة الفانتزي ونصايح الفانتزي الجولة التالتة ومنخص الجولة الأتانية فانت قولي يا معلم انت ايه رأيت في الجولة التالية عملت الجولة التالية ومتوقع تعمل الجولة التالتة وقولي يا معلم نصايحك في الكومينتس ولو الحلقة اع comentários شرجح люت teachings tosh ومشارك على فيسبوك بالدويت على التويتر وكما عجب مصطفى تشاهدوا الحلقة داية السلام